سبع لعيبة جوه الملعب يومه لطفق هي مستقلات يومه لطفق بعد رئيس يعني انت لو يجعب في الوضع يومه لطفق ولكننا يعني أعيب من رئيس تعد السياح ويومه لعيبة في دفعوا لطفق نعم اللعيب ليس جيدا ستا بيلعب ستا وانا نصف فارق وانا يحتضر هل ي верنك لدل عيبة جوه دون نشألك انت شاف دي ازاي بقى طبعاً هو حمل كبير يعني بس توفير ربنا يعني وطبعاً انا لو بتعب ربنا هيديني بالضبط لو ما تعبتش خلاص انت حتى ممكن يكون انا نازل الماتش مش مركز بس انا لو تاعب مثلاً في فترة الاعداد وكده بلاي ربنا بيوفاني فبقدر عدي الماتش لازم يبقى في تواصل ما بين الجون كيبر رباية اللعب اوه في كور معينة يعني يعني مثلاً من بارة التسعة لو اللعب يشوت لازم مثلاً المضافين ياخدوا زاوية عشان برضو الكورة بتبقى سريع فالموضوع سهل علي بس لو ما فيش حدا بياخد زاوية بيبقى موضوع صعب هل انت الجون كيبر ممكن يبني يبقى هو اساس بونا هجمة بالضبط يعني مثلاً ممكن اصد طلع فسط بريك انا اصلاً لما وصد هم معنويات بترتفع فبيروح مثلاً يجيبوا جون كده انما لما بيخوش فيه جون بيحبطوا بس فبيبقى مالهمش نفسي يجيبوا جون وانا بحسه من يعني من اللعيبة اللي جوه الملعب اللي بيبقى عليهم مسئولية وبيبقى عليهم ضغط وتهيقلي برضو مش عالف انت ممكن صحح لي المعلومة دي بحس اللي هو اكتر واحد ممكن يتلقى الكور في وشه او في كل حتة والله يعني مش وشي بس وبرضو بيحمل كبير يعني مثلاً اللعيب لو غلط يعني ممكن او هو مش موافق يفضل يباص الكورة يسنس انما تجون هتسنس فيه انت لازم تصد ولو ما صدتش فيه كابتن قاعد برا هايطلعك او هايزعقلك هيلومك بس كل كورة مش هتصدها هتقصر على فريقك انا مثلاً لو لعيب بهاجم ممكن عادي ممكن مش لازم اجيب جون ممكن اصنع جون بس او اخلي مثلاً الخمس لعيبة التانية لعبوا هجمة هجمتين نارى احنا ما في جومة فيش تاريخ كل كورة عليك لازم تصدهم